موسيقى هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين وخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ريد ريدمشن توزن لها في نسبة كبيرة جدا منكم ما يعرف انه في غوريلا فريدي دي ريدمشن تو طبعا في هذا المقطع ان شاء الله رح وريكم مكانها ورح نغطيها بشكل كامل ورح اذكر لكم قصتها من الالف للياء فيلا نخش في المقطع اولا مكان الغوريلا رح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي بالقرب من مدينة الستروبيري طبعا لما توصل للمكان رح تحصل هذا الحطام او رح تحصل هذه العربة المحطمة تحديدا وايضا رح تلاحظ هذه الغوريلا الضخمة جدا طالعة من العربة طبعا اول ما طلعت فيها انا صراحة حسبتها حقيقية وانها الان رح تهاجمني او حاجة زي كذا لكن اللي ظهر لي انها عبارة عن جثة غوريلا فقط وهذه الجثة يعني مفرغة من الاحشاء ومحشوة بشي معين بمعنى اخر يعني هذه الغوريلا محنطة طيب ممكن يعني اول سؤال رح يجي في بالك كيف جات الغوريلا في هذا المكان طيب الشخص اللي حنط الحيوانات يسموه بالانجليزي تاكسديرمست بمعنى المحنط وفيه بيت بالقرب من مدينة استروبيري اسمه تاكسديرمست هاوس بمعنى بيت المحنط طيب الحين بدت الامور نوعا ما توضح لنا ويعني نحط الالف على البا والبا على الجيم الظاهر انه الغوريلا المحنطة هذه كانت متوجهة لبيت المحنط لكن اللي صار انه العربة الناقلة للغوريلا طاحت من الجسر وتحطمت هذه العربة ولكن الغوريلا المحنطة نجت وما تكسرت ولهذا نشوف الغوريلا في هذا المكان طيب خلونا نتوجه لبيت المحنط هذا وبيته رح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي طبعا لما تجي للبيت رح تحصله يعني كذا جميل جدا والوان البيت جدا جدا حلوة وفرايحية وايضا رح تلاحظ انه في حيوانات محنطة كثيرة جدا رح تكون متواجدة حول البيت على سبيل المثال في مقدمة البيت رح تحصل هذا الغزال المحنط وشكله صراحة جدا رهيب وفي خلف البيت رح تحصل غزال محنط وهذا الغزال المحنط قاعد يهاجموا بانثر او نمر محنط زي ما تشوفون في الجيم بلاي طبعا انا من هذه الحيوانات المحنطة عرفت اني في المكان المناسب طبعا باب البيت للأسف رح يكون مقفل لكن زي ما تعرفون بطريقة الدخول لأي مكان قدرنا نخش هذا البيت الفخم والشي الرهيب جدا انه لما تخش للبيت رح تحصل العديد من التفاصيل الرهيبة اللي رح تكون داخل البيت طبعا زي ما تشوفون فيها العديد من الحيوانات المحنطة والمنتشرة في البيت بشكل كبير رح تحصل طيور صقور وايضا رح تحصل ذئاب وثعالب طبعا كلها محنطة الشي الفخم مرة رح يكون في القبو لهذا البيت تعالوا سويا نستكشف طبعا زي ما تشوفون رح تحصلون العديد من الحيوانات المحنطة في البيسمنت او القبو ورح تحصلون هذه الحيوانات المحنطة محطوطة في زي الاستيديو او ممكن نقدر نقول المسرح الصغير جدا الظاهر انه المحنط كان يستخدم الحيوانات في صنع مشاهد معينة ويعني يصنع افلام للحيوانات المختلفة ويصنع له يعني قصة بسيطة والمشاهد والافلام في هذه الغرفة جدا جدا كثيرة تعالوا نبدأ سويا طيب تعالوا نشوف اول مشهد اللي انا شايفه انا شايف ضفدع قاعد يرسم نوع معين من الطيور ويعني قاعد يرسمه في استيديو مليان بالرسمات الحلوة زي ما تشوفون في القيم بلاي صراحة شي غريب وجدا حلو المشهد اللي بعده رح يكون مجموعة من الراكونز يتقاتلون مع مجموعة من الارانب بالسيوف زي ما تشوفون صراحة انا اشجع فرقة الارانب واتوقع رح يفوزون انتو تتوقعوا من يفوز صراحة هذا المشهد رهيب جدا المشهد اللي بعده رح تلاحظ ضربان يغازل ثعلبة على كنبة معينة جوك فخامة يا ضربان المشهد اللي بعده رح تحصل مجموعة من الجرذان متكين وجالسين مع مجموعة من الضربان في طاولة معينة والشاه موجود والقعدة يعني محلوة والارنب زي ما تشوفون ما هم قصر معاهم طاربهم طرب بالاغاني والفلة وزي ما تشوفون يعني قاعد يعزف على البيانو فخامة يا ارنب وايضا في الغرفة رح تحصل فار يطالع في فار اكبر منه وهو يلعب بكرات نارية زي ما تشوفون في الجيم بلاي صراحة هذا المشهد جدا جدا فخم وايضا فيه مشهد اخر جدا رهيب وفيه رح تحصل مجموعة من السناجب يلعبون بلوت او زي ما يسموها عندهم لعبة البوكر وفيه غراب لابس طاقية يراقب الوضع شكله هذا هو الحكم حقهم صراحة هذا المشهد رهيب 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 وايضا في هذا البيسمينت رح تحصل راكون جالس في قارب وقاعد يصيد اسماك وايضا فيه شي جذب انتباهي جدا واللي هو هذه السمكة هذه السمكة زي ما تشوفون قاعدة تدخن يهو وايضا في هذا البيسمينت رح تحصل مجموعة من الجرذان يلعبون تنس ضد مجموعة من الراكونز والظاهر الظاهر انه الجيم كان جدا جدا مولع وجدا حماسي لانه زي ما تشوفون اشكالهم مرة مرة متحمسين صراحة والله البيت مرة حلو وايضا من افضل السيمز والمشاهد اللي عندي في هذا البيسمينت رح يكون هذا المشهد رح تحصل راكون يتلاكم مع بيفر في حلبة ملاكمة صراحة انا اتوقع البيفر رح يفوز انتو تتوقعوا مين وايضا في هذا البيسمينت رح تحصل مشهد فيلوا مجموعة من الفيران رايحين نزهة معينة وواضح واضح عليهم انهم مبسوطين وفرحانين بهذه النزهة طيب الروكستار ما رح تكون دقيقة بهذا الشكل وبهذه التفاصيل الا وهي رح تستخدم هذا المكان او هذا البيت في مهمة معينة وفعلا في احد الكويست لاينز او الطلبات الخارجية في احد الاشخاص رح يطلب منك انك تجيب له جميع جثث الحيوانات في اللعبة طيب انت الان رح تبدأ بصيد الحيوانات واحد تلو الآخر لما تصيد احد الحيوانات ضروري جدا انك ترسل جثث هذا الحيوان للشخص اللي طلبها طبعا رح ترسله الجثة عن طريق البريد طبعا لما تجمع كل الحيوانات وترسله جميع الجثث رح تطلع لك مهمة جانبية بيضة في الخريطة طبعا لما تطالع في موقع هذه المهمة رح تلاحظ انه موقع المهمة رح يكون نفس موقع بيت خويا المحنط ولما تيجي للبيت وتيجي للمهمة رح يدور حوار رهيب جدا بينك وبين المحنط تعالوا نسمع سويا بيضة كنت أولا عنهم ما تتوفينه؟ أولا على طريقا جزت محرم؟ هن irmů ليست محرم محرم آتها آه نحن محرم نحن معاً آآآآآآآآآآآ persاعة آآآآ هذا هو هذا هو هذا هو شيء إنه ميزيزييه جميع ميزيزيه أحب هذا الفيديو يجب أن يكون مزيداً. لديه مزيدة فيه، يمكن أن يكون مزيداً. وانا يجب أن يكون مزيداً. تنبعون من يوم، لأنهم مزيداً. لكني لا يبدو أن يبدو أنه يبدو أنه. أحبت أن أصدقاء مهارة مجدداً ويبدأ أنهم يتحدثون بشكل مهارة أحبت هذا يقول هذا يوجده مهارة لا أعرف لماذا وقال هذه المهارة هنا مهارة المهارة بأنه لا يوجد أي مهارة لأنهم مهارة حسنًا أم... 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 أم لا أعرف ما يقول تأثيراً أم شكراً أم شكراً لذا سأخذ هذا عمي لأننا فعلنا جميعاً أنك أم نفسك هؤلاء جميعاً لكني تقديم سيئياً هل تحتى سيئياً سيئياً ومن إضافي هل تفكرت ذلك؟ لا أشياء استردن لطيف طبعا زي ما شفتوا هذه هي ميسيز هوبز وهي فعلا المحنطة لجميع الحيوانات اللي شفناها في الباسمنت صراحة كان حوار رهيب جدا 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 طبعا ميسيز هوبز رح تعطيك هدية واللي هي سنجاب محنط طبعا لما جون مورستين ياخذ السنجاب المحنط رح يحطه في بيته صراحة موضوع جدا جدا شيق واستمتعت كثيرا كثيرا وأنا أبحث عنه فعشان نوصل لكونكلوجين واستنتاج السبب أنه هذه الغوريلا كانت موجودة في هذاك المكان لأنه كانت ميسيز هوبز رح تستخدم الغوريلا في مشهد معين يعني ممكن تخلي الغوريلا مثلا تشرب لها دخان ولأنها تركب على حصان معين يعني كانت رح تستخدم الغوريلا في مشهد معين طيب شاركونا في خانة التعليقات آراءكم عن قصة الغوريلا وأيضا شاركونا آراءكم عن أش أفضل مشهد عجبكم في البيسمنت أو القبو صراحة بالنسبة لي أفضل مشهد كان الملاكمة بين الراكون والبيفر كانت جدا جدا فخمة شاركونا آراءكم طيب ابكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم البيفر ولا كيمكم ولا كما ويعطيكم بوكس يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم